إذن عزائي التلاميذ مرحبا بكم مرحبا للأمهات الكرام والأباء اللي كيتابعونا من أجل مساعدتنا في هذا العمل وفي نفس الوقت شجع الأبناء ديالهم باش يكونوا العطاء إن شاء الله أحسن وفي نفس الوقت من إغلاء إغناء الرصيد المعرفة ديالهم اليوم إن شاء الله عدنا من الاجتغال في واحد درس ديال اليكسيك مع التلاميذ ديال المستوى الخامس ابتدائي كيفية استعمل المانيويل بوغ كومينيكه ان فخنسي اليوم إن شاء الله غد نتعلموا كيفاش إننا نعرفوه نقرأو الكلمات في الدكسيونير ونحددوو وش هي مؤنات وش هي في ميناء وش هي نعت وش هي ذاغب اكسيتها نريد الروح الكلمة لدكسيونيق نريد الكلمة على الجلد ن���ق نريد أن تدخل المدكسيونيق نريد أن تقوم بالكلمة على الاختصار. أعطي أرآن الحقيقة المختلفة بالكلمة أكتب إليكم علاقة المختلفة أكتب عليكم في القصة سوف نكتب كلها أكتب الاختصار أعطي أن تقوم بصباب دكسيونير على كلمة أغتصي وصل معه سوف يدخل قدامها مكتوبة هدو لاتر ن و اف هدو هم اللي يضع بغيفيسون على اشكان هدروه اشكان قصدوه بهد ن و اف هم اللي سوف نشوفوه من بعد سوف يعطينا الشرح الاغلاسير سوف يقول لنا ان اف غارد مانجي غوف خوادي افك دو لاغلاسير يعني هي واحد الحافظة ديال الطعام لاغلاسير اللي غد تبقى موجمدة بالتلج تلج كي يجمدها باش ما تضيعش اذا لاغلاسير عرفناها ولكن هاد لاغلاسير هي ستانو في مينة صفين دونك اشنو قلين هلك؟ جتخوف لاديفينيسيون دا مو هو هدو اللي قلنا يعني التعريف اول الشرح ديال واحد الكاليمة احنا عرفنا في دكسونير دونك دون ستتارتيك لديكسونير كال ابغيفيسون واتو غالك فهد هدو لارتيك لديكسونير هدو اعطاني هنه غالك دون ستارتيكل اشنو شكونا لابغيفيسون اللي كاتشوف هالابغيفيسون اللي عدنا هي ان اف كسينفي نف أشكا تعني هاد نف هاد هي واحد الاسم مؤنت صافي هاد ن تعني لنف ف تعني فمنا هادو هما لزا بغيفياشن أشطلب مني يالك كالي كسينفي احنا شرحنا مدابا لزا بغيفياشن هما هادو شرح ديالهم ن كتعني نف ف كتعني فمنا نشوفو نشوفو هاد تانية هالي أعطينا في سميتو في هالتانية الجملة التانية يالك كايك هادينقلبوا على كلمة كايك في الدكسيونير هاش هادينقوا هادينقوا ن وغادينقوا شكتعني كانا كتعني هاد القارب صغير ولا باخيرة صغيرة باتو صغير دو سبوغ يعني ديال رياضة لاجي هو خفيف بروبولسي بار باقي دوبل يعني باش كيتدفع بالمجداف مش دافعين دونك كالي لافخاز إكريت عنواغ هالجملة اللي مكتبة بالأسود هي هادينقوا لكم عليها وشترحتها كتابخان لديفينيسون دو موكاياك قالك اش علمت علماتك هالتعريف ديالو موكاياك شكونا هو موكاياك هو سي تان سيتون باركاسي وافوال دو سبور يعني هو واحد القارب ديال سبور صغير نشوفو الدكسونير كان لقى الكلمة عندها معنى واحد ولكن بعض المرات كان لقى عندها أكثر من معنى هو اللي بري يقول لي هنا يا جو ربير بلزور ديفينيسون دامو أعطانا مثلا كفر يلا لقينا كفر الكفر كان لقى لفتا موكاياك وكان لقى لفتا فتا دار دونك سيتون نو ماسكولا ها هو نو ماسكولا أشكي يعني واحد لموبل دو رانجمون دون لا فاس سوپريور اي انكو اي انكو موبيل يعني واحد طبقة عالية عندي مثلا شي ماريو دير في واحد طبقة الفوق ودير فيها واحد الغطاء كيتحل من تحت الفوق نقول اسميتو كفر أشكا ندس فيه كان نخبع فيه شي حواج اللي بريت أنا ما غاليش نستعملها مثلا في الصيف حط ديال الشتات مو العكس صحيح مثلا كنتعطي ايطان هاد امو كوف عندها معنى اخر اللي هو اسباس بور لغنجمون دي باقاج على غير دي نوواتور الكوفر ديال التاكسي ديال الطموبيل هال معنى التاني يعني واحد المكان مخصص باش كانوا مضعو فيه ال باقاج يعني الحواج كما نقول اللي كان ديو معنى على غير دي نوواتور دون هانا قالك كمبيان دو شيفر وواتو دون ست ارتك شحال من شيفر شحال من راقم إلي دو إلي دو شيفر كتبنا لكم هنا قالك عطيني كمبيان دو سانس المو كوف اتيل شحال عندو من معنى عندو جيد المعاني دو سانس او السين فكاس اللي قلنا صحيحة نشوفو مانتنو جماني بول اجو رفليشي قالك دون الارتكل سويفون أعطاني دي ارتكل هنا هالكلمة التي توجد بين قوسين عوضها قالك برغي برغي دون كمشي الدكسيونير وكن قلبو على كلمة كونتون كي يعطينا الشرح دي ويعطينا أدجيكتيف يعني بمنها نعت كيف كيف تكتب هذا دكسيونير باش أدجيكتيف أعطاني برغي هي سيتان فربي قللي في الدكسيونير هاد برغي سيتان فربي ولكن كيف سنجد هم كتب غير ذي سي 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 اكتب اكتب تعريف باطو يعني اكتب كيف تبحث في الدكسيونير اكتب تعريف دي كلمة باطو ثم اكتب جملة بهذا الاسم هنا نعطيكم الإجابة من بعض الرجاح دونك عدنا المباطو هو هذا سيتان نو ماسكونا يعني واحد الكلمة مذكر ام باكاسيون باتيمون يعني واحد باخيرة واحد المكان كاركبو فيه كاملين كونسي بوغ نافيغي يعني مخصص لسباحة او لالابحار ابحار داخل البحر قالينا في نص الوقت يعطينا اكزمبل بهادلو مباطو دونك شغالي نقولو باندان لفاكنس يعني خلال العطلة جي وياجي بارباطو انني سافرت عبر الباخيرة شوفوا السؤال لأخر جالك شخش دونتون دكسيونير يبحث في معجمك دكسيونير ديكسيونير ديال لديفينيسون دونمو برج نقلب على المعنى ديالكالمة برج تعريف ديالها كمبيان ياتيل ديسونش هلغة تلقاليها من معنى هنا قلبنا على الكلمة برج لقينا هاد برج بيئنا سيطنن في ميناء عندها جوجل معنايين ما لها معنايين الأول بور دان كوغضو يعني هو واحد الحافة ديال مجرد ديال الماء أو جم ديال مجرد الماء الثاني اللي هو قللك عندها بور غلوفي دان شماء يعني واحد الحافة مرتفعة شوية الطريق أو لعلى واحد القندق دان فوسي لونك عندها معنايين اللي لقينا ولكن هي سيطن في ميناء شحل عندها ما معنى قال لك إلى ديسونس رفين نشوف الجغوتين اشنو قال لنا في الجغوتين هي اللي مهم ما أقلو عليها مزيان باش تقرس خف الدين ديالنا ضنزل نغتيك الديكسيونير يعني من في ميناء نكتبوها بها شكل نم نم كتعني من ماسكولا جمي تصيد من ماسكولا نف من في ميناء أدجكتف كتكتب أدج وهي أدجكتف ذرب كتكتب في ديسونس اشنو قال لنا هنا لارتكل ديكسيونير ضن لديفنسيون دامو دامو إببارفو كي أعطينك عن أكزمبل إببارفو إن فخاز كمثال على دك الكلمة اللي أنا قلبت على التعريف أو الشرح دينا لصك أم قال لك لما واحد الكلمة كيكون عندها مجموعة من التعريف إلسون نوميروت واحد جوج ثلاث إلا عندها تلات إلسون كي كتبنا واحد جوج ثلاث إلا عندها جوج واحد جوج كي ما شفنا في المثال عندنا هنا مزيلا نشوف دابا ما تبقى من الدرس دينا اللي هو جوج منتخين وما تبق وما يلي جوج منتخين هنا جوج لسينيفكاسون دو شاك بغيفيسون يعني كنتبق لك شي تعلمت عنها أكتب المعنى دي الكل اختصار من هذه الاختصار نف أش تعني خذينا في الدرس بلنا نف كتعني النو في ميناء ذي كتعني ذرب أدج كتعني أدجيكتيف نعت نعم كتعني المن ماسكول دابا طلب منك قالك بمساعدة المنجيد أو الدكسيون جنديك سي شاك ديمو سليني اي قالك أحدد والله أعطي كل كلمة مصطر عليها واش هي النو النجيكتيف وأن وش هي اسم وش نعت وش هي فعل هالجو من لدينا نزال في مارك نذهب إلى المغرب لدينا الكلمة المصطر عليها هو مغرب ماما تحضر الفاليز أمي تحضر أو تعدي الحقائب يعني توجد الحقائب لكي يصفر لكي نعم اسم جنديك جنديك جيد فارح هنا لكي نصف نفسي بأنني فارح لكي نعت لك نعجيك تيف نحف جمي نحف 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 الكلمات التي ترى في الدكسيونير ونحف نقلب في الدكسيونير ونقلب أو نكتب تعارف ديالهم لدينا لك بلاج فوغي إذا لاحظت ما أعطانا الأرتيكل الذي قدامهم لكي نعرف ما نعرف ما نعرف مباشرة لكي نتعلم ونقلب مزيان لكي نأخذ نحف 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 يعني تجمع الماء طبيعي كبير يعني يكون تكون الأرض وقتا والبحيرة نحف تقصد في الدكسيونير يقصد specific البيان يعني أي المقرب في الممض يعتبر أن التنزل يعني تنزل تركي المدح نحف نفري نفري ولكن عندما نتحدث نفري 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 هذا تعريف ديال الفوغيت لا فوغيت لا بلاج لا يوجد منها هنا لكي تركزوا عليها لكن خطأ مطبعي في الكتابة مزيان دابا عرفنا أعطينا التعريف ديالهم دابا مشو هنا للسؤال الآخر اللي هو التاني في جومي فالي جون بروى شاكان دي سيمو دان زين فخاز هاد لي مو هادو نستعمل كل واحد فيهم في جوملة لويكان دغني يعني الأسبوع آخر الأسبوع الماضي أناس أباسي أم بو مومون أبور دولاك يعني على جنب البحيرة مشاق دوز واحد اللحظات سعيدة لابلاج دا قدير اتخي بخوبر شاطئ مدينة أقادير شاطئ نظيف جدا لفوغي دازرو يعني غابة أزرو اي بلان دسانج مليئة بالقرود صغير وكنا هنا عزائي المتعلمين والأباء الكرام شكرا لكم حسنا للإنصالة المتابعة ما تنسوش تخلو الإعجاب ديالكم والتعليق ديالكم ما تنسوش أيضا نخراط في القناة خلتنا جميع كما نقول جميعا اللي هي في النجاح الدراسة والمهاني خصوصا وأننا كما نقول دائما نقدم واحد المحتوى اللي هو هادف ورفع مستوى التعليم ديال التنمية ديالنا والأبناء ديالنا بصفة عامة بعيدا عن التفاهل والأسف شديد كانت لقى واحد الإقبال كبير من طرف الجميع إذن شكرا لكم مجددا وإلى درس اللاحق إن شاء الله اشتركوا في القناة